تعد مبادرة الشراء الموحد للمواد غير الفعالة خطوة استباقية لتعزيز سلسلة المداد الدوائية عبر تأمين احتياطي استراتيجي مع التركيز على توطين تصنيعها وتهدف المبادرة إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء لما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير مبادرة جديدة تطلقها الدولة في إطار استراتيجيتها لاستقرار سوق الدواء وحماية الأمن الدوائي الوطني مبادرة الشراء الموحد للمواد غير الفعالة تعد خطوة استباقية لتعزيز سلسلة الإمداد الدوائية عبر تأمين احتياطي استراتيجي مع التركيز على توطين تصنيعها وتسعى المبادرة إلى توطين 280 مادة غير فعالة على أن يتم البدء ب30 مادة غير فعالة والتي تمثل أكثر من 60% من فاتورة استيراد المواد الخام غير الفعالة والتي بلغت 100 مليون دولار سنوياً المبادرة تهدف أيضاً إلى تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة عبر توحيد عمليات الشراء مما يعزز الحصول على صفقات أفضل بجودة ثابتة ويمنع تقلبات السوق على المدى القصير خطوات تتخذها الدولة لبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة في المجالات كافة والهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل الفاتورة الاستيرادية وهو ما يصب في نهاية الأمر في صالح المواطن اشتركوا في القناة